تمضي بربرا بورنيش معظم أيامها في جمع قصصات ورق من مجموعة هائلة من الوثائق التي مزقتها الشرطة السرية ستازي المرهوبة الجانب في ألمانيا الشرقية عندما سقط جدار برلين في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1989 وهي عضو في فريق مؤلف من عشرة أشخاص يقومون بعناء بإعادة تشكيل تقارير المراقبة والرسائل الخاصة ووثائق السياسات العامة التي كانت تملكها وزارة الأمن الداخلي في ألمانيا الشرقية هذا هو مجموعة وفريدة لأنني أعلم أن تكون هذه المتعاليين من الاشيبارين ويقومون بإمكانهم للتعبير هذا هو مجموعة للتعبير بعد سقوط النظام اقتحمت لجان المواطنين مكاتب أستازي في الخامس عشر من كانون الثاني يناير عام 1990 وصادرت ملايين الملفات والمستندات إضافة إلى 1600 كيس من الوثائق الممزقة لاستخدامها في المستقبل وكانت الشرطة السرية من أكثر الأجهزة العالمية فعالية في القمع الذي مارسته الدولة خلال أربعين سنة وبعدما أصبحت ملفات أستازي علنية في السنوات التي تلت إعادة توحيد ألماني في العام 1990 كشف عن آلاف الجواسيس الذين عملوا لصالح هذا الجهاز الاستخباراتي وأدى هذا الأمر إلى اكتشاف الكثير من الألمان الشرقيين أن فردا من عائلتهم أو أحد أصدقائهم كان يراقبهم كمتعاون غير رسمي مع أستازي شكرا للمشاهدة